أعلن وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري في تغريدة له اليوم عن مغادرة أول حملة حج لغير محددية الجنسية من جانبها قالت الأمانة العامة للأوقاف إنها قدمت 200 ألف دينار لدعم حج المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج عن طريق وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية وأوضح نائب الأمين العام للأمانة بالإنابة مساعد رخيص في تصريح صحفي اليوم أن الأمانة حرصت على أن تتحمل جزءا من تكلفة الحج هذا العام للتخفيف على الراغبين في أداء فريضة الحج من فئة المقيم بصورة غير قانونية حيث قدمت هذا التبرع إلى وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية لرفع جزء من عبء سداد تلك الرسوم إلى حملات الحج الكويتية